وكان هيبقى مباراة ممتعة الحقيقة لانه الفريتين دول الوحيدين من دون كل فرق اوروبا بما فيهم الكبار اللي تراجعوا اليوفي والبارسا والريال اللي بيلعبوا بطريقة الضرب بمطرقة افضل من 100 ضربة شاكوش يعني انت بتنزل مع امان سيتي ما بتسألش احنا هنعمل اين نهاردة اول بارن حتى انت بتسأل احنا نكسب كام يعني فيه فرق كبير جدا في احساس احساس الجمهور بفرقته وكل فرق بتعدي بمراحل قوة ومراحل ضعف بيبقى كرفف فوق وكرفف تحت فيه اوقات انت احنا كجمهورنا دي الاهلي في بعض الاوقات بنقول احنا نزلين نهاردة نكسب كام احنا مش بنسأل هنكسب ولا نتعدل ولا هنقسب وفي بعض الاوقات بنقول احنا هنعمل ايه فيه مطش نقول ربنا يسر فيه مطش نقول ان شاء الله يعني مطش ده مضمون بس فيه نقطة معلش بدون مقاطعة سريعة برضو ليه علاقة بالمباراة ان منشستر سيتي مستريح حاسم الدوري بيلعب بالتشكيل اللي هو عايزه معندوش ضغوطات فمرايح لعبيه فهيدخل براحة بدانية ونفسية اكتر من شيلسي شيلسي بيحارب لحد اخر مباراة لحد مباراة استون فيلا على انه ياخد مركز رابع ولازم يكسبها وكان عنده لسه انهائي اف اي كاب قدام لستر سيتي وكان لسه عنده مدبحة قروية قدام لستر سيتي مبارع فبرضو ده ممكن يكون ليه تأثير الى حد مع المباراة